السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي في الله نتمنى تكونوا كاملين بخيروا على خيروا في صحة جيدة مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تم اخواني اخواتي بطبيعة الحال مع اخي الاخبار و اخي المستجدات اليوم اخواني اخواتي تم القبض على المتهم الرئيسي في ارتكاب المجزرة السالة اللي في حق ستدي الافراد يعني من الافراد من عائلة وحدة في حي الرحمن يعني في مدينة سالة ومن بين ستدي الافراد اخواني اخواتي يعني راضيع وواحد القاصر ومن بعد اخواني اخواتي ما خلفت هذه الجريمة يعني واحد ضجة كبيرة بزاف في المغرب وايضا يعني احترى الى عام المغريبي وكذلك يعني الدولة يعني تحدث على هاد المجزرة اللي وقعت كانت شرطة الاسبانية من الاعتقال هذا المجرم يعني الرئيسي في هذه المجزرة وكذلك يتعلق الامر يعني بالشقيق ديال الرب الاسرة ديال هاد العائلة وهذا اللي ارتكب الجريمة يعني كان ممشا الاسبانيا سنة 2000 وجوج وخرج المغرب يعني السبب دياله المغرب هو النزاع مع الشقيق دياله او مع الرب الاسرة اللي يتم يعني للمجزرة ديالها عن سبب دياله يعني الارت ولكن يعني الامر تطور ورجحت الدافع انتقام بعد المتهم اخواني اخواتي يعني تم الاعتقال دياله في مدينة كاستيون في الاسبانيا من بعد ما كان مراقب يعني في المنطقة المقيم فيها من طرف سلطة الاسبانيا وبالاضافة الى ان سلطة الاسبانيا صرحت المنابر الاعلامية يعني كان تصل بالاخ دياله بالضبط يعني الليلة اللي تم المجزرة دياله وهدده وتم يعني التهديد ديالهم يعني في هاد المحادثة او في هاد الاتصال وهددهم بانه غدي بطل المغرب ويقوم بتصفياته لهوه والعائلة دياله وهاد الشي اللي دار اخواني اخواتي يعني يكلف واحد العصابة اجرامية مقابل المادة وهاد الاحصابة كتكون اخواني اخواتي من 14 شخص وفي الخيطان اخواتي تجدروا الاشارة الى ان الامن المغربي كان من وقعت هاد الجريمة دار مذكرة يعني بحث دولية البحث على مهاجر مغربي متهم في ارتكاب الجريمة اخواني اخواتي وصلنا لي هاد الفيديو ما تبخلوش هاليا بالاشتراك وكذلك يعني فعلو زل الجرس وكذلك ما تنسوش اللايكات ديالكم لانهم كيدعموا القناة والسلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته